مساء الخير السلام عليكم الناس كل بانسوار الفيديو هذي سبيسيالما او سبيسيفيكم للناس الرزينة المحترمة الواعية لكلكم محترمين و لكلكم واعين نقصد شي توقيت تسمعوا الفيديو تفهموه جاني مساج من عند سيدة محترمة قتلي كتبت قتلي مدام انا غمظت ايني وحليتها نلقى روحي عمري اربعين سناء و انا ارملاء معنا هى رجل هاتوفا قتلي زيء غمظت اني وحليتها نلقى روحي عمري خمسين وزيء غمظت عيني وحليتها نلقى روحي عمري ستين ونلقى وليدي كبرو كل واحد مشى شفاحيت وقتلي وبقيت واحدي قتلي مدام انا بقيت وحدي قاعدة نفكر اني نعاو دحياتي لكن القتل اللي نسمع فيه منا ومنا من العباد والناس اللي سمعوا اللي انا نحب نعاو دحياتي قتلي معجبنيش على خاطر كانت اراءهم كلها ضدي اسمع يا مدام الكلام اللي مشي تقال في حقك وفي حق كل مرأة فاتة الاربعين فاتة الخمسين او فاتة الستين وتحب تعاود دحياتها خاطر ما تحبش تقعد وحدها او حتى الفتيات اللي بلغوا الاربعين والخمسة والاربعين والخمسين وهما ما زالوا ديجان فيه وما زالوا ما اخذووش الفيديو اذي موجهة لشريحة هذية وحتى لرجال يسمعوا الفيديو اذي يسمعوهم ليح ويبرتجيوهم ليح خلي الناس تعرف وتسمع اسمع يا مدام احنا برشة ما نسمعو ونشوفو الدهشة في وجوه العباد اللي كيعرفوا ولا يسمعوا انه فما مرأة مرهة خمسين عرست ولا فما مرأة مرهة ستين عودة تحياتها بعد ما رجلها توفى ولا بعد ما طلقت تحس الدهشة في وجوهما والكلام التالي فما اللي يقول ووه شباه يا اخي هبلته في العمورة ذاية قايمة تاخذ في راجل وفما شكون يقول شباه يا اخي ويقول كلمة خائبة من نجمشي انا نقولها فهمتوني شنقصد يقول شباه يا اخي فهمتوني سيئ وفما اللي يقول وكان رجعت الرب خير انا ميقلقونيش الناس اللي يقولوا شباه يا هبلت ولا يقلقوني الناس اللي يقولوا الكلمة طبيحة مش باهية انا يقلقوني برشة الناس اللي يقولوا كان رجعت الرب خير لماذا هو رجوع الرب بالعمر ؟ كيكم على رجوع الرب الناس كل يزم ترجع الرب من العمر نهار حتى العمر مية خطر رجوع الرب مطلوب من نساء ومن رجاء الرجوع الى الله ليس ما معناه مرأة تعود حياتها معناها خارجة على ثنية ربي ليه هو حلال هي ما عودتش حياتها بالحرام هي قاعدة تعود فحياتها بالحلال هذه الولا اذا نحيب علينا فزت وكان شديت سبحة خير ولا كان صليت خير ياولادي ما احبب بها الكومنتر ذايا اللي نلقاه موجود في برشة انا واجع لي قلب يكون شنا نعمل لكم فيديو وكان صليت خير ياولادي اللي يصبح ويصلي بشي يوريك ليه هو يصبح ويصلي ياولادي رأي العبادة سر بين عبده وربه معناه مش وجيك هو بشي يصلي بشي يوريك ولي يصبح بشي يوريك وك Quéتك 거는 بالحق الله ا Lin恩 لا احياها لكلام الفارغة ووصلي برا سبح وصلي امتي وكما القلب إلى سبه لكن هذه المرأة الخمسينية واربعينية وستينية شوف يا مادام اخذ üzerine رأى li من عندي لمرأة اللي وصلت لعمر الى الخمسين المرأة مازلت صغيرة المرأة مازلت شباب المرأة الخمسينية مازلت مرأة صغيرة ومازلت مرأة شباب ومازلت مرأة قوية لم يصدقني دوصبخا ويتفرج على المرأة الخمسينية وكل مكفي خمسينية ولدى المرأة الخمسينية يا نهاس الى امراه يزال عايدة الى امرأة النبياء بعد موضوع العاقب او ما زمعثونر المعطيات وناس الناس ان لازلت عيشين على الفكر القديم المرأة الى الحمسون هاها المرأة الى الحمسون تحب عاود ضحيتها وتحبها المرأة المرأة الحمسونية قريبها احبها تفعت عنها الوصاية حرة نفسها حرة قراراتها تعمل ايش تحب في حياتها لا يحكم فيها ولادها لا يحكم فيها أخواتها هي حرة هي شافت انه رجلها توفى قاعدت وحدها وتحبت عاودة حياتها عاودة حياتك يا مدى هاي رجال عمرهم ستين وسبعين وخمسة وسبعين وثمانين وولادهم إلى وجولهم بشي عرسولهم يقول لكم الله بابا ما يقعدش وحده لماذا ونفتكم مغربي لو وجولهم على واحدة تقول لكم نحب ونأخذوا البابا مرأة ما فتت في 40 سنة ماذا بكم ما قلتوش عليها ذاك مولا 75 ورجوع الرب ولا شبيه ما يرجعش الرب ولا برشبه ووصلي لماذا تقولوها لوش علي تقولوها كل المرأة ديما فم عقلية عقلية ميتة عقلية معشة في الروس المرأة عمرها 50 معناها انتهى أمرها اصبح تتاح امرى قائلة وثمانا لا تأخرى عمرها 20 معاناته لو نسلت الغابت على المناسة تبحث عن النساء تبحث عن الإنسان التي تسافر انتواياها وامارها وخامتها قلية عربها ويقع قهوة معه تحب لا تقعد وحدك عندك الحق امشي عاود حياتك اما عاود حياتك مع انسان محترم يحترمك يحترم عقلك و يحترم شخصك اما انك تسمع منا و منا هكي الكلام شبهها يا اخي هبلت ولا رجوع الرب و هكي الكلام هذيك خليهم جمعة هبلت و رجوع الرب و شبهها خليهم اذوك ما تحكيش معهم لان انا قلت قبل ما نبدأ الفيديو هذا الفيديو مواجه للناس الواعية اولئيها التلضي و من مؤسس من هذا الفيديو gäller انه تعرثوا عن الاضغاز internacional و تؤكد ذلك ي هذه الأرجم وهذه أنها ملا ondeaus تباreading اهم من capacity و التع رجل اهم وكما منه 음 اللي عذر خمسين وقت خمسين و smash المجتمع علمنا نحشمه من الاحلال لكن الاحلال لا يحشمه من الاحلال انت تعمل حاجة عيب وقتها تحشم اما انت طالب الاحلال برا يا مدام امشي عاود احياتك وما تعطيش وذنك للكلام منا ومنا على خاطر ارضاء الناس غاية لا تدرك والامرأة الخمسينية والستينية ما زالت صغيرة ما زالت قوية مازالت تعاود احياتها مع اي شخص خطرها هي مشي تدور عد زعبين وحتى كان دور عد زعبين هني لها ماهو رجلها هي تدور على الونس وتخليونيشي نخرج على شعوري وعلى ونالي انخضرت هيا ليلتكم زينا بارتاجيو الفيديو رو مهم برشا البرشا نسي تسقل وتحشم باش تسقل برشا بسجال جاوني بهالموضوع ليلتكم زينا بارتاجيو الفيديو كان عجبكم كومنتراتكم تعنيني ليلتكم زينا وحش المهت رجل ترجمة نانسي قنر ترجمة نانسي قنقر